أيها الإخوة الآن نتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل أخواننا الكرام الدعاء مقه العبادة الدعاء هو العبادة الأفح أن الدعاء هو العبادة وإذا قال الإنسان آمين فكأنه هو الذي دعاه سيدنا موسى دع الله عز وجل معه سيدنا هارون فقال الله عز وجل قد أجيبت دعوتكم فالذي يؤمن والذي يستحضر عظمة الله عز وجل والذي يتصور أنه بين يدي الله يدعوه هو داع أيضا وهذه الليلة هي أشرف ليلة في السنة أشرف ليلة على الإطلاق إنها ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر يعني هذه الليلة إن صحت فيها الصلة وصح فيها الإقبال وصح فيها الدعاء خير من أن تعبد الله ثمانين عاما عبادة جوقا ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعاءنا نغمض أعيننا ونتوجه إلى ربنا ونستحضر عظمة الله عز وجل ونؤمن في قلوبنا على الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونسني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وفيك نسعى ونحفيد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار منحق اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عام أو سر أو علانية لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد على ما يسترث لنا من إتمام القرآن والتوفيق بالصيام والقيام لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا لك الحمد على نعمك العظيمة وألائك الجسيمة لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين لك الحمد على ما أتممت علينا شهرا وعلى ما يسترث لنا من إتمام قرآننا يا رب العالمين لك الحمد على نعمك العظيمة وألائك الجسيمة حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت إلينا خير كتبك وشرعت لنا أفضل شرائعك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمحالم دينك التي ليس بها الكباس لا إله إلا الله المتوحد في الجلال في كمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريط الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل إسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدور وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا وغممنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلن وأسكننا به الضلن وأسبغ علينا به من النعم وادفع عنا به من النقم اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوث على الوجه الذي يرضيك عنه اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا جلاء ولأبصارنا ضياء ولقلوبنا نورة ولأسقامنا دواء ومن الظنوب ممحصة وعن النار مخلصة وإلى أعلى جناتك قائدا يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنه اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين اللهم ارزقنا العمل بكتابك ارزقنا التخلق بكتابك والتأسي بنبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل ما تلوناه حجة لنا لا حجة علينا يا إلهنا وخالقنا ورازقنا اللهم تقبل صياما ودعاءا وتلاوتا وقياما يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك من جميع الذنوب ونتوب إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مطيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الولي الحميد لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان مجيب الدعوات سبحان مغيث اللهفات سبحان غافر الذنوب والخطيئات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا غلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والإخوة والأحباب اللهم إنك عفوا كريم تحب العفو فعفو عنا إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأمثنا مطايانا ببالك لا تطردنا عن جنادك لا تطردنا عن جنادك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأبل الشرك والمسلكين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا مقمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطان وأصلح أئمتنا وأولاة أمور واجعل ولايتنا في من يخافك ويتبع رضوانك يا رب العالمين اللهم وفق جميع أولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك وإظهار دينك وإقامة حدودك يا رب العالمين اللهم وفقهم إلى صراطك المستقيم أعنهم على القيام بوظائف دينك القوين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمك وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجبه وآجبه ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوض بك من الشر كله عاجبه وآجبه ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين ونعوض بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كله وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض لك الحمد أنت الحق وقولك الحق ودعاءك حق نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاختر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اكتبنا من عتقائك من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار اللهم برحمتك وفضلك أصلح أحوال المسلمين أصلح أحوال أمة سيد المرسلين اللهم آمنهم في أوطانهم أصلح أحوالهم أرخص أسعارهم ولي عليهم خيارهم اكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا يا إلهنا وارحمنا فإنك بنا راح ولا تعذبنا فإنك علينا قادر ربنا لا تآخذنا بما فعلت فهاء منا ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لنك رحمة إنك أنت الوهاب اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقامة اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب أن تجعلنا والحاضرين والسامعين من أهل الجنان وأن تعيدنا من الجحيم والنيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق علماء المسلمين ببيان الحق والدعوة إليك اللهم اجمع قلوب الدعاة إلى سبيبك على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم اجعلهم قرة عين لمجتمعاتهم وأسرهم وأبائهم وأمهاتهم اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والكسوق والعطيان واجعلهم من الراشدين يا أرحم الراحمين اللهم أصلح نساء المسلمين اللهم ارزقهم العفاق والحسمة والحياة وأعذهن من التبرج والسفور يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم من أرادنا وأراد بديننا سوءا فأشغله بنفسه يا رب العالمين ورد كيده إلى نحره يا أكرم الأكرمين واجعل تذبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء اللهم افق جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وافق الأحياء منهم واغفر للأموات إنك سميع قريب مجيب بالدعوات اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم أكرم نزلهم واسع مدخلهم اغسلهم بالماء والسلج والبرد نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الذنس اللهم أنزل على قبورهم الطياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور حتى يكون في بطون الألحاب مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين اللهم ارحمنا إذا ورانا التراب وطارقنا الأهل والأحباب والأصحاب اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار برحبتك يا عزيز ويا غفار اللهم هون علينا سترات الموت اللهم ثبتنا عند الموت اللهم إنا نعود بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وارحم في القبور وحشتنا وارحم يوم العرض عليك دل وقوفنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا إذا برزنا إليك ارحمنا يوم العرض عليك ارحمنا إذا شخصت الأبصار ارحمنا إذا حفية الأقدام ارحمنا إذا عرية الأجسام ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس الأنام وجيء بجهنم تقاد بألف زمام ومع كل زمام سبعون ألف ملك اللهم احتز مجتمعات المسلمين من كل الآفات وعمها بالخيرات والبركات وطهرها من المعاصي والمنكرات اجفع عنا الغلاء والوباء والرياء والزنا يا رب العالمين اجعل خير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك واجعلنا أغنى خلقك ذك وأفقر عبادك إليك هب لنا غنى لا يطغين وصحة لا تلهين واغننا بفضلك عمن أغنيته عنا اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي تركل بثوب العز والنصر على أعدائها يا قوي يا متين اللهم أعده علينا سنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان وبعد رمضان اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والإنابة المهمصة اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والإنابة المهمصة ترعى روعاتنا وأمر روعاتنا والتولى أمرنا وأعتق رقابتنا من النار اللهم ارزقنا بالإسلام وقاعدين وقاعدين وراقبين لا تشملت من الأعداء والحاسدين يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحم اللهم كما وفقتنا بالصيام والقيام فمنع علينا بالقبول يا ذي يا اللهم منع علينا بالقبول يا أنا ولا ولا ترد ترد فينا ولا ولا معنا شقيا ولا اللهم اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا إليك صفر لهم وارحمهم وعافهم واعفوا عنهم اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أحوالنا اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا وأحسن عزاءنا على فراق شهرنا اللهم لا تجعل هذه الوقفة آخر العهد اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أعد من عبادك فاجعله لنا من أوفر حظ ونصيب اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا نحن الفقراء إليك نحن الفقراء إليك نحن الأسر المنطرحون بين يديك نسألك مسألة المساكين وندعوك بدعاء المذنبين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين ابتهال من خضعت لك غقابهم وذلت لك أجسادهم ورغمت لك أنوفهم اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم لا تجعل لأحد في أعمالنا مقصدة يا أرحم الراحمين ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا وأعذنا من الرياء والسمع يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله على ما أنعمت به وأوليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك نؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء اللهم واصل المنقفعين أوصبنا إليك اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم أحسن كوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك لا تخزنا يوم العرض عليك تقبل صلاتنا وصياما وقياما وركوعنا وسجودنا تقبل صياما وتقبل قياما وتقبل رفوعنا وسجودنا اجعلنا من عتقاء رمضان أجرنا من النار أجرنا من خزي النار أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غطار اللهم اجعل يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار اجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارق يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رازق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسد يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حسير يا مقيد يا حسير يا جليل يا كريم يا رقيب يا موجيد يا لطيف يا سميع يا مجين يا لطيف يا جليل يا حكم يا فمد يا قادر يا مقصدر يا مقدر يا مؤخر. يا اول. يا اخر. يا ظاهر. يا براطن. يا والي. يا متعالي. يا حيي. يا قيوم. يا مقيت. يا موت. يا بر. يا توب. يا منتقل. يا عفو. يا رؤوف. يا ملكة الملك. يا ذا الجلال والاكرام. يا يا مقصد. يا جامع. يا غني. يا مغني. يا مانع. يا بر. يا هذي. يا نور. يا بذيع. يا رقب. يا وارس. يا رشيد. يا صبور. يا الله. برحمتك نستغيس. يا من ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. يا من ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. يا نعم المولى ونعم النصير. سبحانك. لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. جل وجهك. وعز جافك. تفعل ما تشاء بقدرتك. وتحكم ما تريد بعزتك. يا حي يا قيوم. يا بديع السماوات والأرض. يا زا الجلال والاكرام. اللهم زيننا بزينة القرآن. أتخلنا الجنة بشفاعة القرآن. أكرمنا بكرامة القرآن. ألبسنا بخلعة القرآن. شرفنا بشرف القرآن. يرحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم هدينا ووثقنا إلى الحق. وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن. وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. وعفو عنا يا سبيل. وعافو عنا يا رحيم. اجعل القرآن ربيع قلوبنا. ونور صدورنا. وجلاء أحزاننا. قال اللهم جعلني بالخطر وأنا حجزتنا لنا. ولا أتجعله حجزتنا علينا. اجعلنا من يقرأه فيجرقه. ولا أتجعلنا من يقرأه فيجرقه. وقلوبنا. وقلوبنا يحفظك من الحران حتى. وقلوبنا قلوبنا. وقلوب نحن. السعادة. وبكل سورة سلامة. وبكل جزءين جزاء. اللهم ارزقنا القناع. حذبنا الى الغفلات الجماعة. فتكيرنا بموت كل الساعة. 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 ومن نفس لا تشبع. فاللهما انت لا يعرض بك من علم لا ينفع. ومن عين لا تستمع. ومن نفس لا تشبع. ومن دور عين لا ينفع. نسألك علما نافعا. وقلبا خاشعا. ولسانا ذاكرا. وعملا صالحا. ويقينا صادقا. نعوذ بك من الموت وقربته. والقبر وغمته. والصراط وذلته. ويوم القيامة وروعته. نعوذ بك من الموت وقربته. والقبر وغمته. والصراط وذلته. ويوم القيامة وروعته. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. وأسعدنا بتقواك. ومتعنا برؤياك. واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. أسعدنا بتقواك. متعنا برؤياك. اجمعنا مع نبيك ومصطفاك. أنصر الإسلام وأعز المسلمين. أعلي لتطبك كلمة الحق والدين. أهلك الكفرة والمشركين. أعداءك أعداء الدين. رد المسلمين إلى دينك ردا جميلة. رد المسلمين إلى دينك ردا جميلة. انصرنا على أنفسنا. اللهم انصرنا على أنفسنا. حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. استجب دعاءنا. واشف مرضانا. وارحم موتانا. وأهلك أعداءنا. ولا تخيب فيك رجاءنا. اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. بلغنا مما يرضيك أمالنا. ولي علينا خيارنا. لا تولي علينا شرارنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. ولا تؤخذنا بما فعل السفهاء منا. لا تسلط علينا بذنوبنا. من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. صفر قلوبنا. وأزل عيوبنا. واكشف قلوبنا. وتوزنا بالحسنة. واجمع لنا خيري الدنيا والآخرة. أصلح أحوالنا. ألف بين قلوبنا. اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. برحمتك الواسعة عمنا. اكشف شرنا أغمنا وأهمنا. على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توقفنا. وأنت راضي عننا. اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا. وفي القبر مؤنسة. وعلى الصراط نورا. وفي القيامة شفيعة. وإلى الجنة رفيقة. ومن النار سترا وحجابا. ومن النار سترا وحجابا. وإلى الخيرات دليلا وإماما. بصردك وكرنك يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنيا. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والسلج والبرد. إنك عفوا كريم. تحب العفو فعفو عنا يا كريم. طب علينا يا رحمين. سامحنا بطبك يا أرحم الراحمين. متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار. في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم. وتحيتهم فيها سلام. لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعفو عنا واختر لنا ورحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان. أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاختر لنا ذنوبنا. وكثفر عنا سيئاتنا. وتوصفنا مع الأدرار. وآتنا ما وعدتنا على رسولك. ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تكلف المعاد. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الكمال والإنعام. يا ذا العفو والغفران. سبحانك. إذا كان حقك يستغلق الذنوب. فكيف يكون ردوانك. وإذا كان ردوانك تزق به النفوس. فكيف يكون حبك. وإذا كان حبك ينير القلوب. فكيف يكون ودك. وإذا كان ودك ينسي كل ما استواك. فكيف يكون ردفك. يا مجيب دعاء المضطرين. يا ولي عبادك المؤمنين. يا غاية آمال العارفين. يا منتهى أمل الراجين. يا حبيب قلوب الصادقين. يا خير من سؤل. يا أرحم من استرحل. يا من لا يخفى عليه إغماض الجثون. ولا لحظ العيون. ولا ما استقر في المكنون. كيف نستذل عليك. ونحن في وجودنا مستقرون إليك. اللهم إنك قدرت وقضيت. وأمت وأحييت. وأمرت وشفيت. وعافيت وابتليت. وأغنيت وأقنيت. وأضحكت وأبكيت. المرجع والمال إليك. نحن بتوى إليك. كل عزيز غيرك ذليل. وكل قوي غيرك ضعيف. وكل مال بك إن غيرك مملوك. لك العبادة. وإليك التوجه. ومنك الخشية. وعليك الاعتماد. لا احتكام إلا إليك. ولا سلطان إلا لشريعتك. ولا اهتداء إلا بهداك. كل شيء قائم بك. وخاشع لك. غنى كل فقير. عز كل ذليل. قوة كل ضعيف. مفزع كل منهوف. من تكلى سمعت نقه. ومن سكت علمت سره. ومن عاش تكفلت برزقه. ومن مات فإليه منقلبه. إذا رأيت النبتة الصحراء يربو وحده. فاسأله من أرباك. إذا رأيت البدر يسري ناسرا أنواره. فاسأله من أسراك. إذا رأيت النهر بالعذب الكرات جرى. فاسأله من أجراك. إذا رأيت البحر في الملح الأجاج طغى. فاسأله من أطغاك. يا رب لا يطيب الليل إلا بمناجاتك. ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك. ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك. ولا تطيب الآخرة إلا ببرك. يا ذا العزة والجبروت. يا مالك الملك والملكوت. يا من أمنت يونس في بطن الحوت. ونجيت موسى في التابوت. وحفظت الحبيب.